مدينة السيسي على أرض الفيروز إيه اللي بيحصل هناك ومين اللي هيبنيها وهتبقى عبارة عن إيه وحكاية اتحاد القبائل العربية اللي بيحتفل بتتشينها طيب إيه حقيقة بيع الشواء بنص التمن تسهيلا على الأهالي على أرض سينا وصل وفد من سياسيين وإعلاميين ورياضيين من شيوخ القبائل لحضور مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول وتتشين مدينة السيسي وحسب قناة إكسترا نيوز المدينة خطوة من خطوات البلد بكل أجهزتها ومؤسساتها بتنمية وتعمير سينا بمليارات الدولارات وحسب موقع فيتو مدينة السيسي هتبقى تابعة لمحافظات شمال سينا وأهم مشروعاتها إنشاء محطة وقود ومنطقة محلات مدارس تخليدا للشهداء وأبرزها مدرسة الشهيد راشد أبو عقلة الابتدائية ومدرسة الشهيد فايز أبو زريعي العدادية ومسجد المدينة ومحطة مطافي وبينفذ المدينة واحدة من شركات المأولاد القبرى والمستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بيأكد إن الدولة شغالة على تطوير كل حاجة في سينا من أول الزراعة والصناعة لغاية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية لربط سينا بباقي مناطق الجمهورية وبنسبة مدينة السيسي ونقلا عن اليوم السابع محافظة شمال سينا بدأت الأيام اللي فاتت في تسكين مدينة رفح الجديدة وهي أول مدينة على الحدود الشرقية المصر وده بعد قرار السيسي بتخفيض سعر بيع الشواء بنسبة 55% لأهالي مدينة رفح وحسب المخطط اللي كشفوا الموقع التقديم تفتح على 41 عمارة سكنية أرضي و3 طوابق بإجمالي عدد 656 وحدة سكنية كلا منها عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحة 120 متر مربع والحكومة خصصت 10% من الشواء لأسر المصريين من الأهالي اللي فقدوا واتدرروا في أحداث السنين اللي فاتت وكمان 5% من الشواء هيروحوا لأفراد من زو الهمم من أهالي رفح ودول دور أرضي و5% للمحافظة وسكن إداري وجهات حكومية وهيئات حكومية بالتمن والباقي 80% لكل أهالي مدينة رفح واللي شغالين على أن تكون الإقامة دائمة قبل عام 2025 وبالأرقام وحسب قناة إكسترانيوز بلغ حجم الاستثمارات لتنمية سيناء أكتر من تريليون جنيه وخلال خطة 2024-25 الدولة تصرف 400 مليار جنيه عشان تبني 5 تجمعات تنموية في شمال سيناء مرحلة أولى مع توفير مصدر ري لحوالي 15 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة في سيناء وكمان زيادة إجمال الاستثمارات العامة في سيناء ومدن القناة بحوالي 10 أضعاف وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء وإنشاء 10 ألاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة ومشاريع طرق لربط سيناء بالدلتة وباقي محافظات القاهرة أما بقى اتحاد القبائل العربية في حسب اليوم السابح هو عبارة عن تحالف بين 30 قبيلة مصرية سينوية زي قبيلة الترابين والسوركة والمساعيد والسمعنى والعيادية ودلوقتي ما ينفعش تقول اسم سيناء من غير ما تقول اسم إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء واحد من أشهر رجال الأعمال اللي ظهروا على الساحة خلال السنين اللي فاتت وقبل أيام المهندس أشرف حسن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالهيئة القومية للسجد حديد مصر كشف تصريحات للوطن عن بلء التشغيل التجريبي للقطارات على خط السجد الحديد المؤدي لسيناء بدون ركاب وده استعدادا للتشغيل الفعلي بالركاب خلال الأيام اللي جاية والتشغيل التجريبي للقطارات بيتم على خط الفردان بقر العبد ضمن مشروع تطوير وإعادة تأهيل خط الفردان شرق بورسعيد بقر العبد العريش طابة بطول 500 كيلو متر فانت بقى إرايك في مدينة السيسي